وارجعنا لكم مرة تانية واهداف فايس سليماني مهاجم جزر القمر المهاجم المرشح للانضمام للنادي الاهلي المهاجم معه الجنسية الفرنسية المهاجم شارك في كذا مركز قبل ما يتوظف في مركز الجناح او مركز المهاجم شارك في الجنب اليمين شارك في منتصف الملعب لعب في كذا مركز توظف في مركز الجناح مركز المهاجم ابدع فيه وأمام حضراتكم أهدافه ومهاراته واللعيب مع الجنسية الفرنسية زي ما ذكرنا اللعيب طلع وكيل أعماله وأكد أن النادي الأهلي وصل للاتفاق مع اللاعب لمدة أربع مواسم واللعيب أيضا طلع وأكد أن النادي الأهلي تواصل معه والاتفاق تم على أربع مواسم الانضمام للنادي الأهلي اللعيب ده كان لعب مع بيرستاو فريق في بلجيكا اللعيب مهاري أمام حضراتكم أهدافه وكل الأجوال اللي جابها نتمنى يكون إضافة للنادي الأهلي نتمنى سكوت مجلس إدارة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي كلها يكون اللعيب على قدر النادي الأهلي تكون الصفقات على قدر النادي الأهلي عرفنا أن النادي الأهلي خلص صفقة مصطفى ميسي خلص صفقة شادي حسين وفي الطريق لتخلص صفقة مصطفى شلبي أيضا لعيب M.B والمدير الفني اللي كل الجمهور بيسأل عليه هو المدير الفني السويسري كارك المدير الفني للنادي الاهلي الجديد كل الصحافة في سويسرا بتأكد على ان المدير الفني مايكل كارك مدير فني للنادي الاهلي تم الاتفاق والاعلان غدا السبت هيتم الاعلان بشكل رسمي من قناة النادي الاهلي ومن مجلس ادارة النادي الاهلي كل التوفيق للنادي الاهلي في الفترة اللي جاية كل التوفيق للنادي الاهلي في ابرام صفقات قوية للنادي الاهلي وبداية موسم جيدة لإن شاء الله يعني النادي الأهلي مع أسكر هولندا كان اتلغى بسبب بعض تأشيرات اللاعبين وغريبة جدا أول مرة تحصل مع النادي الأهلي فيه تعاند كبير جدا مع النادي الأهلي في كل حاجة اليومين دول ولكن كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة القادمة أمام حضراتكم صفقة النادي الأهلي فيز سلماني اللاعب جزر القمر يحمل الجنسية الفرنسية كل التوفيق ويكون على قدر المستطاع للنادي الأهلي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته